اشتركوا في القناة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية استطعنا في الأشهر الماضية أن نعمل بشكل حثيف سواء كمؤسسات مستقلة أو كتجمعات استطعنا أن نعمل على تقديم تقارير في أغلب الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الاستعراض الدوري الشامل اللي سيكون فيه 24 عشرة يعني بتفصلنا عنه أيام ليست كثيرة الحكومة الأردنية قدمت تقريرها الواقع في 37 صفحة وهذا التقرير موجود أظن على الموقع بتاع مجلس حقوق الإنسان تستطيع أن تعودوا له وهذا التقرير مجلس حقوق الإنسان في جينيف تستطيع أن تعودوا له لتأخذوا التقرير الأردني اللي أنا حكيت قبل شوي في مناقشة كنا مجتمعين كمان هلأ قبل شوي مع المؤسسات والوزارات الرسمية اللي رح تشارك وتحضر في جينيف بتمثل الوفد الرسمي اللي رح يرأسه معالي الدكتور محمد المومني رح يضم أظني 11 واحد لما اتطلعت وقرأت هذا التقرير انبسطت كثير وشعرت أنه أنا قاعد مش في الأردن في السويد من كثر الحجد الكبير جدا للقوانين والاستراتيجيات والمبادرات اللي قام فيها الأردن لتعزيز منظومة حقوق الإنسان نعم ولكن لما قاعدت أتطلع بالتفاصيل انه اوكي هذه القوانين قديش عم تتطبق قديش فيه لها أثر قديش فيه لها إنفاذ وقديش الدستور يحترم حتى مع المنظومة القانونية وقديش الأردن اللي موقع على معاهدات وموافق عديدة جدا يلتزم رغم النص على أن المعاهدات تسموا على القوانين الوطنية إلا أنه وأخدت مثال حكيت لهم إياه اللي هو موضوع محكمة محكمة أمن الدولة والتوقيف على سبيل المثال وقلت لهم أنه فيه مادة بالتقرير رقمها 79 في موضوع الإعلام بتنص صراحة على أن القانون الواجب التنفيذ هو قانون المطبوعات وأنه ما فيش توقيف وكذا وفيه اثنين من الزملاء موقوفين لهم عشرين يوم بغض النظر عن مضمون ما كتب ولكن نحن نقول ضد محكمة أمن الدولة في كل قضايا حرية التعبير وأيضا ضد قضية التوقيف باعتبارها عقوبة مسبقة أيها الأصدقاء اليوم رح نحكي إيش المجتمع المدني ملاحظاته وشو مطالباته وشو توصياته في هذا الاجتماع القادم نجح تحالف إنسان اللي بيضم مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز دعم للاستشارات والتدريب ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحق الإنسان ومركز العدل للمساعدة القانونية واتحاد المرأة ومرصد الإنسان والبيئة واتحاد النقابات العمالية المستقلة والمرصد العمالي الأردني وطبعاً فيه فريق من المستشارين والمحامين والإعلاميين في إنه اتحاد المرأة حكينا اتحاد المرأة العردنية يعملوا تقريرهم اللي كان لازم يرسل إمتى أبشار آذار من السنة الماضية آه من السنة نهاية كان ديدلاين كان شهر آذار وإحنا مركز حماية وحريط الصحفيين عملنا تقريرنا وما بعرف أخي أحمد إذا فيه حد أنسيته جمعية النساء العربية يعني حيكون فيه وفد موجود من مؤسسات المجتمع المدني فيه أثناء عرض الاستعراض الدوري الشامل وأثناء تقديم الحكومة والحكومات في العالم ملاحظات على تقريرنا والتوصيات وما بعد ذلك فيه بروسس طويلة جداً فيه مسير رح نتابعها تستمر إلى شهر آذار وأيضاً سنكمل إلى 2017 في متابعة ما يتم تبنيه من توصية اللي بدي قبل ما أختم بدي أحكي فيه أنه إحنا مش ممكن نقدر نلعب هذا الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني بدون جهد الإعلام لذلك بدوركم أساسي والإعلام للأسف في موضوع المحتوى الحقوقي يعني محتاج إلى تطوير وتمكين وتحسين وإحنا منتمنى أنكم تساعدونا في تسليط الضوء أيضاً إحنا في 24 شهر إحنا حاطين خطة للتغطي من جينيف رح يكون فيه غرفة عمليات رح يكون فيه لف البث مباشر رح نعمل إحنا عم نشتغل على تحضير على إشي بسموه اللي هو يعني جلسة موازية أثناء ما يتم مناقشة تقرير الأردن لأنه عشان نسجل ملاحظاتنا ونعرض مواقفنا ونعطي فرصة لعرض تقارننا بشكل مفصل كل المؤسسات في الدول اللي الناشطة والحقوقي اللي كويس بتعمل هذا السايد إيفينت ولازم أذكركم كمان إنه إحنا في شهر الماضي تسعة رحنا اعملنا إشي اسمه بريساشن اللي هي جلسة تحضيرية كنا مشاركين حوالي خمس مؤسسات مجتمع مدني وكانت كل الدول ممثلين في مجلس حقوق الإنسان حاضرة وإحنا سجلنا وعرضنا تقاريرنا إذن الصوت الحكومي ليس هذه المرة صوت وحيد هناك صوت لمؤسسات المجتمع المدني وحكينا للحكومة اليوم في اللقاء إحنا كنا نتمنى عليكم يكون في تشاركية في التحضير لهذا التقرير ولكن الحكومة لم تدعي إلا الاجتماعين كانوا أكثر يعني بروتوكولية أكثر من الشغل التشاركي الحقيقي وبعثوا إلنا تقريرهم قبل نهاية الموعد المحدد لإرسال تقرير الحكومة بيوم واحد عشان نسجل ملاحظاتنا يعني ما في وقت ولذلك قلنا لهم إنه إحنا لسنا نسخة كربونية عن موقفكم إحنا مختلفين إحنا دورنا الرقابي عليكم وعلى غيركم وقد نتفق على بعض القضايا وقد لا نتفق أيضا في جنيه بدي أعطي لأستاذ أحمد عوض منسق تحالف إنسان يحكي وأيضا الزميلات والزملاء كل من يحب أن يتحدث وبعدين نسمع على أسألتكم منظمات المجتمع المدينة أيضا مجتمعة أو منفردة تستطيع أن تقدم وجهة نظرها من منظورها والشيء الطبيعي في هذه الألية حقيقة أنه كل يقدم لوحده لأنه تختلف الرؤى وتختلف الآليات تختلف المصالح منظمات المجتمع عندها منظور مشتعى المدني الأردني أو بشكل عام عندها منظور عندها معايير لا تقدم فيها وخاصة في قضايا الحقوق المدني والسياسي أن الأمور لا تحتمل التدرج واجبة الإنفاذ في حينه وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الدول أنها تقدم خطط واضحة ضمن سقوف زمانية محددة لماذا تريد أن تعمل في مجال تمكين مواطنية من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا السياق جاءت جهود المنظمات التي ذكر اسمها زميلنا وأستاذنا نضال مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردنية قد أعدت تقرير شبه شامل نحن لا ندعي أنه شامل بالكامل في بعض القضايا تم إغفالها على اعتبار أنه قضايا سيتم تناولها من قبل منظمات متخصصة مثل قضية حرية الإعلام مثل قضية بعض القضايا المتخصصة الأخرى التي ليست على بالي الآن في تقرير تحالف إنسان حقيقة تم تقديم تغطية الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي والثقافية وبالتالي يتكون من جزئين تناولنا قضايا ضمنات المحاكم العادل والمساواة أمام القانون وتم أيضا تناول قضايا بما يشمل التوقيف الإداري والتعصف في التوقيف والاحتجاز تم أيضا موجودة هذه التقارير متوفرة 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 بين إيدي ممكن نوزعها على زمينتنا فتح جايبين تقير تبعا المركز نعم في كل هذه الجزئيات حقيقة تقوم هذه الألية على تقديم توصيات من قبل منظمة المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني نحن في إطار تحارف إنسان تم تطوير 54 توصية في مجالات متباينة الآلية تقضي أنه نقنع أعضاء مجلس أعضاء الدائمين في مجلس حقوق الإنسان العدد من 48 دولة بتبني هذه التوصيات وتقديمها للحكومة الأردنية لقبولها والحكومات عادة لديها الحق أن تقبل وأن ترفض ولكن كل شيء في له سياقاته لأنه من غير المعقول أن يتم رفض توصيات أساسية وفي الدورة الأولى حقيقة في 2009 الحكومة الأردنية وفق على العديد من التوصيات في إطار إعداد تقريرنا قمنا بتحليل مدى التزام الحكومة الأردنية خلال أربع سنوات سنوات الماضيات بمدى التزامهم وتوقفنا عندما تم إنجازه وأشدنا به وتوقفنا عند نقاط الضعف وعدم الالتزام وصلتنا عليها الضوء وطالبنا بإعادة تقديم هذه الحكومة الأردنية بالإضافة إلى توصيات أخرى تم استجدت على أرض الواقع لن أتحدث بتفاصيل التوصيات التقرير سيكون بالإيدياكو سأتحدث عن بعض القضايا في إطار الحقوق الاقتصادي والاجتماعي وسأترك بعض القضايا الأخرى المتعلقة بموضوع حقوق المرأة وحقوق العمال المهاجرة والحق في التقاضي والمستوى وأستاذ أحمد مرعي نعب رئيس تحدي نقبات المستقل الأردني سيتحدث عن قضية حرية التنظيم النقابي للأسف الشديد في موضوع الهقوق الاقتصادي والاجتماعية في الأردن جميع المؤشرات تفيد بأن هناك تراجعا ملموسا في مدى تمتع المواطنين الأردنيين بهذا المجال بدءا من الحق بالعمل مرورا بالحق في مستوى معيشة لائق إلى الحق بالحماية الاجتماعية في إطار الضماء الاجتماعي وحق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وغيرها من الحقوق ومختلف المؤشرات يعني نعتقد أنه الساب الرئيسي وراء الأزمات في المنطقة والأردن على وجه الخصوص تكمن في عدم تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وما رافق ذلك من ضيق قنوات وتمتعهم بحقوق المدني والسياسية وعدم قدرتهم على التعبير عن مطالبهم لتحقيق التوازنات الاجتماعية ومتعرف عليها من خلال حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم من حقوق مدنية اللي بدأ أشير له أكثر شيء وكان واضح حقيقة في إطار حقوق اقتصادية والاجتماعية أنه خلال السنوات الماضية حجم الاختلالات كان في المجتمع عالي جدا وخاصة في سوق العمل الأمر الذي أدى إلى أنه العاملين في أردن في حال شبه من الانفجار بمعنى آخر آلاف الاحتجاجات العمالية تم تنفيذها من قبل العاملين والعاملين حقيقة كسروا قانون الاجتماعات العامة وكسروا قانون العمل بحكم أنه هذه القوانين تعيق التطور الطبيعي للمجتمع الأردني وبالتالي المجتمع خلق قوانينه بذاته شكل منظماته النقابية بذاته لأنه هيك طبيعة تطور المجتمع هو كسر قانون الاجتماعات وبالتالي احنا شهدنا آلاف الاحتجاجات والأسف الشديد غالبية هذه الاحتجاجات لم يتم لم يحقق العاملين فيها أهدافهم نتيجة حرمانهم من حق التنظيم وحرية التعبير وحرية التجمع بكل يسر وسهولة في مجال آخر ضروري نتحدث فيه العلاقة بما نشهده خلال الأسبوع الماضية من مجموعة من الاعتقالات التي شملت بعض الإعلاميين وشملت بعض الشباب الأحداث وشملت أيضا بعض النشطاء السياسيين في بعض الحراكات وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة وموضوع محكمة الدولة لن نريد أن نتحدث عنه كثيرا كل الوسائل الإعلام وكل نشطاء حقوق الإنسان والمدفعين عن حقوق الإنسان بتحدثوا أنه تحويل المدنيين إلى محاكم أمن الدولة مخالف لكل المبادئ الواردة في معايير حقوق الإنسان آن أو آن عدم محاكمة الناس على حرية رأيها وتعبيرها وللأسف الشديد يعني بعض التهم الموجهة لبعض النشطاء السياسيين والإعلاميين يعني تثير الإشمئزاز والضحك في نفس الوقت أنه تعليق من خلال وسائل واتس أب أو من خلال تأييده للنظام السياسي خارج الأردن وكأنه هناك فيه وصاية على عقول الناس بالتفكير أنا بعتقد أنه اللي اتخذ مثل هكذا ومعزول عن طبيعة ما يجري في العالم ومعزول عن ما يجري في المنطقة والأردن وإحنا جميعا بحاجة حقيقة أنه نتكاتف من أجل أن تتم عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن بالشكل التدرجي والسلمي وأن لا نسكر القنوات أمام وسائل التعبير المختلفة هذا حقيقة ويعني ما أستطيع أن أقوله في هذا المجال بظل أن بعض القضايا الأخرى أريد أن أترك المجال للأستاذ نيضال يوزع الكلمات على الزملاء الموجودين على